والله ما شفت نادي مهزق زي نادي الزمالك ويقدرته هتقول لي زي عم سمير هقولك المسمى نادي الزمالك انما في الحقيقة نادي ممدوح حباس هتقول لي عم سمير بتقول كده هقولك انبارح الاعلام المحمودة على قرارة on time sport حاول يرنع لأي حد من ادارة نادي الزمالك عشان يتفصل على موقف اللي ابي يوسف حسن محدش رد عليه والرد لما جالوا جالوا عبارة عن ايه ان احنا ممنوعين اعلاميا بسبب التويتر اللي كتبها ممدوح حباس هو من اللي بتحكم في النادي هو من رئيس النادي قوليلي يا جدعان من رئيس النادي اما طلعت قلت قبل كده ان حسن لبيب صورة قدام الاعلام ان هو رئيس النادي بس فيه واحد تاني هو اللي بتحكم في النادي وهو ممدوح حباس طلعت قلتولي اللي انت بتقوله ده يا عم اقترعتوا دلوقتي ان رئيس النادي ممدوح حباس اقترعتوا دلوقتي ان ممدوح حباس هو اللي ممشي كل حاجة اقتنعته بقى ان حسن لبيب وقدرته صورة قدام الاعلام والكلمة الاولى والاخيرة فين ممدوح حباس امرنا مشوفنا في نادي الاتحاد بيحصل كده ولا نادي غز المحل ولا عنديت الشركات يا جارع ان يطلق واحد من برا يقول لهم انت ممنوعين اعلاميا بيحصل فين ده اول مرة اشوف في نادي الزمالك هتشوف العجب علشان بصرف احنا دي بقى الكلمة الاولى والاخيرة لممدوح حباس اعرفتوا بقى من رئيسان الزمالك بصري كده يالله سلام